مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ووصفتنا اليوم هي كاكو غولي كاكو غولي اللي سنحضره بجينواز اللي تجي رائع وناجحة مئة في المئة ايضا خفيفة ولديدة وايضا سنعمر الجينواز دينا بكريمة كريمة دي الحمد اللي ايضا كتجي خفيفة ولديدة ونزينه بلا مرنج يعني زين اللي بسيطه ايضا كي يجي جميل فهنا يعني ستصلوه على اللطاة الصيترون المعروفة ومشهورة سنجدوه هنا على شكل كاكو غولي فنجدكم مع المقادير طريقة تحضر وفرجة ممتعة فنبدو اول شي بالجينواز فنحتاجو فيها اربعة ديال البيضات كنحتاجو مئة جرام ديال السكر فهنا كنتستعملو 120 جرام يعني نفس القياس ديال الدقيق مع السكر انا هنا كنقش فيهم السكر ونحتاجو 120 جرام ديال الدقيق ونحتاجو قشرة ديال الحمضة فنستسم قشرة ديال الحمضة ورش ديال الملح فهنا لانه قشرة ديال الحمضة وممكن تعرضوها بسكر فانيلا ايضا ممكن ان يجدوها بمدق شوكولة فكتنقصوا من الدقيق والكمية مثلا نقصوا واحد مالقة ديال الدقيق كتزيدوها كاكاو او لبودرات الكاكاو المر كنضربوا سكر سانيدة مع البيض مزيان حتى يضعف الحجم كما تشوفو كنحصلو عليها لهذا الشكل كنضعف الحجم ثم نضيف الحمضة او لقشرة الحمضة الملح ونضيف دقيق تدريجين هنا من افضل اننا نغرب له ثم نبدو نخلطو الخليط ديالنا بشوية من تحت الفق حتى تخلط هاد المكونات مع بعضها مدين ثم نقبو الخليط ديالنا فقانية اللي كنكونو مفرشين فيها ورق ديالطاي و ندخلوها الفورن على حرارة ميوس بين ميوس 80 درجة مدة ديال 10 دقائق تل 15 دقيقة طبعا نخلوها شتعة في الفورن باش كتبقى لنا ارتبع يعني ما كتقساش باش ما كتتقساش لنا مي كنلفوها او كنلويها نحضروا لكريم ديال الحمض ديالنا فكنا نحتاج ميس جرام ديال عصر الحمض جوش اصفر بيضة او الاصفر البيض و كنحتاجو سكرتاني دا بين 60-80 جرام تبقى على حسب الضوغ و كنحتاجو واحد الصغير ديال الكريمة السائلة و اللي ممكن نعوضوه بودرة الشانتي كنحتاجو قطعة ديال الزبدة تقريبا 21 جرام هادي نحضروا لكريم انجليز ديالنا بالحمض فيعني غادي نخليكم الطريقة باش كنحضروا لكريم انجليز فقط هنا الحليب اللي لدينا في الوصفة كنعوضوه بالعصر الحمض فكننغلي العصر الحمض مزيان حتى يغلق و كنكونوا يعني في الوقت اللي كنحطوه العصر الحمض كيغلق كنضربوا اسفر البيض مع السكر مزيان ثم كناخدوا عصر الحمض بعد ما غليناه و كنضيفوه و احنا كنضربوا باش ما يطيبش ليناء الخاليط لانه يكون سخون يعني ما يطيبش ليناء البيض و احنا كنخلطوه مزيان ثم كنرجعو كل النار و احنا كنحركو كنحركو النار مهيلة جدا ولكن هدنا تغمو متخفة ما كنفوتوه اه 80 درجة يعني حتى كنصلينا الخاليط ال 80 درجة اللي كنا كن وضعين تغمو متخ ثم كنزولو الخاليط ديالنا فكيكون يالله كيبدأ اختار يعني ما كيكونش يعني عاقد فقط كيبدأ اختار كنزولو من على النار وهذه هي الكريمة الانجليزية ديالنا بعد ما حضرناها فقد نضيف لها القطعة ديال الزبدة وهي سخونة نحرك مزيان حتى كندوب لناها القطعة ديال الزبدة في هذا الخاليط فهالطريقة باش حضروا الكريمة الانجليزية ديال باش تبعوا مراحل مرحلة بمرحلة فنخلي لكم الرابط يعني ديال الوصفة اللي انا حضرتها بالحليب هنا فقط عوضت الحليب بالحامض بعد ما كندوبوا هاد القطعة الزبدة في هذا الخاليط فنخليوها على جمكة تبرد من زيان ما دست اشران تلخمسة جدخيقة على حسب الفرن ديالكم فكما كتشوفو هنا كنخرج لجمكة وزمن الفرن فايلله كي يتذهب لون دياله ما كنخليوها كتشوفوها كتشوفوها بزيان كنخليوها ونحتفق منها ورق اخر ديال الطاي ثم ناخد واحدة المنديل اللي كننغسله بالماء برد يعني ما ديال العادي وكننعصره مزيان ثم كنلفها على هاد الشكل وهي مزره سخونة باش هكده كتاخذ الشكل يعني هكا كملفوفة او لرولي وكننحفض بها على جنب كنناخد الكاس ديال الكريمة هنا على الوقت اللي انا كنحضر الكريم انجليز فاكننرجع الكاس للتلاجة باش يبقى او لكاس بقى الكريمة برد مليان باش كتطلالينا ثم كنضربوها كنطلعها شانتي كنتكتليكم في بداية يعني في المقادير ان انا ممكن نعود هاد الكاس ديال الكريمة السائلة بالبودرة فاكنناخدو يعني نص شي ديال البودرة الشانتي كنضربوه مع واحد الكاس صغير مع مرش ديال المبارد يكون برد مزيان او لكاس ديال الحليب طبعا تهوان يكون برد كنضربو هاد الخاليط كنطلعو الشانتي ديالنا يشبه لكيش من البودرة الشانتي سنضيف الكريمة الجيل الحمد فقط كتعطينا او مدق ممكن نضيفو يعني او نكهة الجيل الحمد او لا تكتفو فقط بالحمد اللي حدرتو او العسر الجيل الحمد اللي استعملتو في الكريمة كناخدو شوية من الشانتي اللي طلعنا وكنضيفو هاد الكريم الجيل الحمد فاهنا طبعا تكون بردات نحاول انني نخلط هاد الكريم او هاد الشانتي مع هاد الكريم انجليز اللي بالحمد باش كتاخد يعني الكريم انجليز كتاخد القوام ديال الشانتي ثم ما كنرجعو الكريم شانتي اللي في البول الاخر و نخلط كل شي مدين ثم ما كناخد الجنواس فكما كتشوفو يعني كتاخد هاد الشكل غولي وكما كتشوفو ما كيكون فيها لا تكسر لوا لفا يعني ما كنا نطلوهاش في الفورن باش ما كتيبش او تكسر لينا ايضا المندي اللي كان نفزقوه بالماء و كان نلفو فيه فكي عونها يعني كيزيد رطبها باش انها ما تكسر لينا ثم ما كنوضع الكريم فهنا الكريم كان نوضعها يعني كنخلي واحد ثلاثة سنتيم من جهة اللولى واحد ثلاثة سنتيم في الجهة في الاخر او كندير الكريم في الوسط علاش لانه منيك اللفها باش ما تخرج ليش الكريم و كنحاول اني انقضها بعد الشكل ثم كنبدو اللفو بعد الشكل فكنلفو لجنواز دينا على الكريم فكما كتلكم شوفو يعني مني كندفعه او بلكن الفو كندفع كندفع فهاتش يعني كنخلي واحد يعني يبح الفارا فيني غادي نلفو غادي تدفع لنا الكريم و غادي توصل الاخر ديال لجنواز على هذا الشكل و كنلفوها بالورق باش هكدا كتبقى متماسكرة ثم كندخلها انتلاجة باش كتقبط راسها مزيان هادي نحضروا المورنغ اللي غادي نزينو بها الكاكرولي ديالنا فانا ها نستعمل هنا مورنغ ايطاليان فممكن استعملوا المورنغ اللي بغيتو يعني المورنغ فرانسيز اللي كنحضرها فقط ببيض البيض اسكر يعني كنضربوهما بعد ديتم حتى كنحصلوا على المورنغ ممكن نحضرها ايضا بلا مورنغ سويس الوصفة ايضا كنا في القناة فانا ها نخلي لكم الرابط ديالها او لا هكدا بلا مورنغ ايطاليان فليكم نختيار فانا لاي نوع استعملته او لا غادي يعطيكم تزين الجميل 100 جرام بيض البيض اللي هو تقريب من 3 بيض البيض و 40 جرام ديال الماء اللي كنخلطوه معه 160 جرام ديال السكر سنيدة وعندي هنا 40 جرام ديال السكر سنيدة اللي غنضربوها مع البيض فانا اخذوا الماء السكر ووضعوهم على النار ونخليه يعني يحتكدوا بالسكر تماما ويبدأ بحلاء غايت تقلينا الخالط من غير ما يتبدلونه ويبقى لونه كيف ما هو ولعناء تغموميتر فكيوصل 116 درجة الوقت اللي كنوضع الكاثرونة ديال الماء السكر على النار فكنوضعوا بيض البيض مع السكر او الكيمياء الخرى ديال السكر اللي هي 40 جرام ونخليه كتدرب فهنا كما تشوفو انا متعدسو هنا كيتدرب فمع الكمية قليلة والوفو الكبير فكنحاول انه نهزز ونعاونه بيضية شوية باش هكذا دغية كيطلع بيض البيض كما تشوفو هو بيض البيض بدأ كيطلع كنرجع هنا الماء السكر اللي انا وضع على النار ونرى كما تشوفو هنا فهناه وصل وصل الـ 15 درجة ونزولو من على النار ويجب ان البيض يدرب هذا الماء ودرب هذا الماء كنظفه بشوية وفي نفس الوقت يدرب ما يطيب نضيف البيض نضيف البيض بها الطريقة نكمل كمية كلها مع السكر او السيرو اللي حضرنا ونكملوا هاد الكيمية نضربوا البيض حتى يبرد لانه نضيفه لهذا الخاليط في السكر فسخنوا فسخنوا البيض نضربوا حتى يبرد حتى يبقى واقف يعني يبقى عقد ما ينزلش كن المطاق نضرب نضيفه تنضيفه نضيفه 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 ونضيفه ونضيفه نضيفه نضيفه ب Chickah ونزين فهنا يعني تزينوا بطريقة اللي بريته ممكن استعملوا ببوشادو كيفما يمكن لكم استعملوا يعني غير يعني تضعوها على الوجه او تطلوها على الوجه ديال هاد الغولي يعني الامورانج ومبعد تزينوا بفقشات يعني هكا خطوط او اللي تشكروا على شكل هكا موجي يجيو هاد الخطوط موجي ايضا ممكن تحطو هاد الامورانج عشوائية يجي هكذا يعني فوق الغولي هكا كيفما ممكن استعملوا البوشادو فانا هنا استعملت البوشادو هادواء الراس اللي استعملت كيجي بلاو في نفس الوقت فيه هكا كيجي شوية مشرط وكمشي بهالطريقة يعني كيفما بغيتو كتزينو كما كتشوفو كيخرج لنا يعني لامورانج هكا مشرطة كمشي بنفس الطريقة يعني حتى نكمل اولا كنزينو الغولي ديالي كامل ثم هنا بتلت الراس ديال البوشادو يدرت هادا كيما كتشوفو عادي دائري عادي وغادي نحاول انني نوضع هكذا الوجه ديال الغولي في هذا الشكل فقط هادو اضافات في الزين ايضا هنا كما كتشوفو الجواني غادي ندهنهم اولا غادي نزرح عليهم لامورانج ومن بعد غادي نتشكل فيهم خطوط دائريا بالفورشادو تشوفو معي كيفاش فقط يعني كتزينو كيفما بغيتو وكنناخد هكذا شاليومو وكننضع نحرق في هاد الامورانج هكذا كتعطيها ديال جميل هنا ممكن يلي ما اما تفرطيش على هاد الشاليوم فممكن انكم يعني كتشعلو الفورمرين من الفوق يعني كتكون العافية من فوق وكتدخلوه من با واحد ثلاثة ديال دقيق لانه اكينا الكريم في الوسط باش ما كتتسيح لكم فكتدخلوه غادي كي يفعل لوجه كتتحمر وكتخرجوها او لا ممكن تستغنو عليه الى ما تفرتوش عليه انكم دينوها بخطوط ديال الشوكولة او الكرامل في الحتي ايك تعطي دين جميل يمشي بهذه الطريقة يعني حتى نعطيها واحد شكل جميل او لا هكا كنحرق هذا الامورانج كاملة ونتلقى بشوفو الشكل نهائي ديال جين واثغولي ديالنا كما تشوفو الشكل رائع جدا لفشكل دياله ايضا الموضاق فتجانس موضاقات يعني اللامورانج كتكون حلوه مع اللوغو ديال الصيترون طبعا حامض فهو تجانس ديال موضاقات رائع جينوات خفيفة جدا ونجحة كما شفتو معي يعني ما تكسر لنا ما تشي حاجة كذكرنا كما كلكم بلا تغطو صيترون وهنا ايضا زينتها بعقيقات يعني عقيق باللون الاصفال عقيق ابيض وعقيق باللون الدهبي اولاء الدوري فكا اضافة يعني في الزين وغادي نشوفو الشكل ديالها من الداخل فغادي نقطعوها فكما كتشوفو فكتجع لهذا الشكل كتجي رائع جدا وليضا نتمنى ان هاد الوصفة تعجبكم وكانت هادية الوصفة ديال اليوم اللي انتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها وليعجبكم الفيديو ما تنساوش تخليولي لايك تعليق واشتراك في قناة وايضا مزيد مواصفة ضرور الموقع اللي هو دوب الفيديو في قوان كوزين اوميندال بوما وما تنساوش تنضمو صفحتي على الفيسبوك اللي هي شوص اوميندال سواء بالعربية ولا فرنسية ومرحبا بكم دائما بصحة والراحة اشتركوا في القناة